كتب في الأخبار في حتي كتب على الجنب الأهل يقبل نشئين موليد تلاتة وخمسين وخمسة وخمسين وسبعة وخمسين فأنا بقى دعا عادي يعني فلقيته بيقول لي مصطفى واعمل حسبك بكرة تروح النادي الأهل طيب وكبالت نصلى على النابي صباح خير ما صدقت لا لا أناش هروح مش بصدقتش مش شايف أنه عندك فرصة لا لا طبعا لا نادي الأهل أنت بتتكلم في حلم يعني أنت بتتكلم في حلمي مش بتتكلم من أنا زي دلوقتي بقى لأ هتروح رحت جاب لي الجزمن صلاحة بحيرة اللي يرحمه وإحنا كنا بنلعب في فنلة منتخب مصر الخضرة والحمرة اللي فيها تلات خطوط هنا الشرط الأولاني تبقى لحد الشرط الشرط التاني تلاي عند الشراب وخدتها وطلعت على ما عافش النادي الأهل فين جي معايا اللي ما يصير بخير حد من عندنا سيد بحير شوف أنا فكر العسما دول متربين مع بعض وكلنا في الشمر Engineer ذكيبنا 26 نزلينا في التحرير مشيت كبرى أصد النيل لقيت الأسادين روح تداخل يمين على النادي الأهل لا النادي الأهل في وشك أنا دخلت من لا فتت الجزيرة كلها اها دخلت قبل مش دخل الإسودي دخلت اللي أسوادي علي النادي ده قبل كبري أصد الميلا دخلت مين έχنا الجزيرة كلها ولقيت الأسادين تاني في وش الأسادين دولا شفتهم قبل كده دخلت النادي قال لك لا ده التمرين بعد الظهر رحنا ماشي صاحب سيد رحنا لزغلي كان نفل وطعمية وبيض وبسترمة وبتنجان وفلفل طب هاروح النادي أعمل ليه هتتمرن إزاي بعدها ده أول تمرين هيشوفه بالضبط دخلت النادي يا أبو حميد لقيت قلبي في ركبه أول مع التبت جوه النادي أنا جاي اختبارات دخلت المدرج كابت المصطفى حسين الله يرحمه هذا الرجل الفاضل للخير على أجيالنا كلها موليد هنا كذا وموليد كذا موليد كذا 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 جاي علينا الدور كان مين قاعد جنبي بقى حزم خالد يعني حزم خالد الوحيد اللي دفعتي من جيلي كله اللي بقى كده كله جي علي نزلنا الملعب لمست الكرة ثلاث مرات كابت المصطفى الله يرحمه سلام حطوا جنعة الثمانتاشر ده جنعة الثمانتاشر عشان اللي جوالكت بتتصلح لمستها ثلاث مرات لقيت كابتر مصطفى بيقول لي تعالى بروح لقيت راجل قد كده هوت وقف وراء الصور بتاع الملعب يعني كتبت اسمي قعدت على الكلام ده قد ايه شهر كنت أنا الفترة دي رحت البلاستيك فراحوا قالوا في نادي البلاستيك مصطفى ينصرح الأهل وتقابل لقيت بولوسي الأداب عندنا في شوبرا هناك والمتاع المهم قعدت اهرب منهم اهرب منهم لحد اخر تمرين تقولوا ما جامع بصوا أنا اخر تمرينة يوم الجمعة قبلت هعلع في النادي الاهلي ما قبلتش أنا هروح فين شوبرا بلاستيك رحت كتأخذ تمرينة كابت المصطفى هو اللي كان بيتاخد اسمه ده بيكمل عنده فترة اختبارات كابت المصطفى لما قال مصطفى لما نستيقلك حاجة أروح أقول لي إيه لحاجة كامل مسعود الله يرحمه أقول له مصطفى ولا محمد أنا اسمي الحقيقة محمد حسن حسين يونس فأروح أقاكتب محمد ولا مصطفى فالمهم كابت المصطفى قال لي روح لحاجة كامل مسعود الله يرحمه فكتنا بقى كنا سبعة من سعشرين ألف سبعة وعشرين ألف كنا سبعة بس اللي اتخذ فكتب أسماء محمود عبد الفتاح وحزم خالد محمد عبد السميع عدل يسري عدل يسري كان ابن النادي أصلا محمد حلمي سامي كنا سبعة بالضبط قال لي لأ انت لفلي علي أنا لفت تخني القودة بتاعت كابت المصطفى دولاب إيديال ورح مطلع لجزمة اسمها هونفيد أنا ورستها للأجيال اللي بعد قال لي يا ابني انت في خلال سنتين هتلعب منتخب مصر بس أنا مش هلحق أشوفك بصة أنا فاكرة للحوار الزي يا محمد سبحان الله هتبقى لعيبك بكل ما تلعب كم سنة في الوقت دا كانت مصطفى أنا داخل تحت ستتاشر سنة أنا أنا تلاتة وخمسين خمسة عشية اتناشر على أيامنا كان من شهر ثمانية مش من واحد قال لي يا ابني انت هتلعب في الفريل الأول ومنتخب مصر كمان سنتين بس مفتكين إلا ما تلعب بالجزمة دي أنا خدتها نزلت بها في الشارع عندنا في شوبرا هناك فأنت بتتكلم في عشق فمشيت معايا لعبت جي كابتن مصطفى خلال سنتين بدأت لعب أنا على فكرة أنا داخل فرود مع داخل كان هيبقى سؤالنا التالي إحنا سمعنا أنك كنت مهاجم في المهاجم أنا مهاجم وكنت الله يرحمه كابتن طارق طارق سليم فكابتن مصطفى قال لي مصطفى تلعب في سردباك قلت له ألعب في أي حتة لو قلت له يا كابتن مارجون حلعب يعني فرا عمل لي خمسة جنيه في الشهر أول ناشئ في تاريخ النادي الأهلي يقبط خمسة جنيه في الشهر مصطفى يونس هل ده كان تقدير خاص عشان قبل تتغير مركزك وتحل أزمة للفريق يعني إيه الفكرة بتاعت المكافأة الملكة بيساعدوني ما بقولك النادي الأهلي ده لو مسحت طرابه بالثاني مش بالبتاع ده مش حاوى في حقه خمسة جنيه وواجبة كل يوم في البطعم انت متخيل خمسة جنيه أول مرحلة فيها داخل سابت في الوقت ده خمسة جنيه يا بي كنت متفرج عليها كنت مستدر فجيت كابتن مصطفى قالت ألعب في سردباك قلت له ألعب في أي حتة لعبت سردباك أقف جنبي تمرينتين اتنين قلت له خلاص يا كابتن سيبني طحت بعدين جي فتح نصير فتح نصير بتاع ولادي النادي بقى وكان بيلعب في النادي وبعدل يسري ومش عارف طارق ومين 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 بقاش يلعبني أنا طول عمري عندي حتة الزعامة بالبلد كده يعني ما ينفعش أنا أبقى ريزرف ماتشين وأنا مبلعبش سلام عليكم أرجع بلاستيك ألعب في شبر رجعت شبرة تاني وبنتد بقى كرة شراب تاني وهروح البلاستيك تاني الله يرحمه عندنا احنا كلت الزراعة قدامنا في شجرة اسمها منبوزيا تعرف تسمعنا أو نسمعش؟ معروفة طبعا كلنا نسمع دي ما شاء الله شنسمع عنها بس أه وقعت من عليها يعني من ارتفاع ثلاثة أربعة دوار كده فجنبي من هنا لحد رجلية كده وديت فتحة نصين مفيش نقطة دم نزلت وأنا نايم في السرير لقيت مين اللي فوقي كابتل مصطفى حسين الحب مش ببلاش يا أبو حميد مصطفى إيه ده من طوله حصل كذا 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 إسعاف جاته على المستشفى وبتاعه وعلاج وا 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 يلا نزل الملعب انت ما بيجيش ليه مصطفى قبتل له كابتل فتحة ما بيلعبنيش أجي أعمل إيه ابتدنا بقى بطولة 16 سنة الفترة دي كانت بقى الحرب قامت 67 وكده ابتدوا ياخدوني كابتن رفعة الفناجيلي كابتن صالح سليم كابتن فؤاد أبو غيدا الجيل بقى بتاع الكابت صالح ده ياخدوني كملوا بي تأسيمة فوق فتخيل لما يبقى صالح سليم الحلم ده انت بتتمرم معه لو قلت لنا في بداية الحوار النموية جت نظرك كابتن مصطفى ان ده أعظم جيل شفته من لعبي الكرة يعني هلمتنا عن الجيل ده تحديده طبعا فمن هنا بقى ابتدت ألعب وأمر ما اتش كنت بألعبه الله يمسيب الخير كابتن بيع بحميدي اللي كانت الخطيب كرمه كنا باللعب منتخب مصر كبير وكان الكابتش ربيني عايز يطلع فهو مش عايز يطلعه وأنا نفسي يطلع عشان ده أنا اللي هلعب لعبت آخر ربع ساعة تخيل بقى لما تلعب ضد منتخب مصر وانت لانت تتجاوز السبعتاشر السنة اللي أهم من كده بقى لقيت واحد كده وانا ماشي تعرف الملعب بتخرج كده بتبقى لقيت واحد أبيضاني كده واني ملونة وشعره أبيض وشو أحمر أمر قال لي انت عارفني طوله لا قال لانا أبو حباجة أبو حباجة ده احنا يعني أنا عارف بتاع نشتريها زمان أبو حباجة وشكوكو اللي اتنين تعلمتها مسيل بس وصالح سيديد قال لي صالح طبعا مش أقول لي كابتن صالح هو أكبر بكابتن صالح اللي أرحمهم من الاتنين قال لي صالح قال لي تعالها تشوف أبو حباجة الجديد تخيل بقى لما يقول لي صالح بيقول لي وده أبو حباجة إنك هتشوف أبو حباجة الجديد إن أنت خلفتي في الملاعب كيف تتكلم في أساطير امبهار متواصل بكل حاجة أساطير يا ربما أساطير طيب عايز أعرف بسرعة عشان هنروح لتقرير أولا لا لا لعبت فعلا منتخب قبل سنتين ما يعده الفترة دي زي ما توقع كابتر مصطفى آه لعبت منتخب شباب ومنتخب آه لعبت منتخب قبل ما تدخل 18 سنة آه طبعا آه خلينا نشوف تقرير ده كابتر مصطفى نشوف مع حضراتكم تقرير